والتعادل الإيجابي واحد واحد ما بين فرقين واختام مباراة نادي الزمالك وتسليم درع الدورة احنا بدايما بنشوف ممكن احنا يعني فكرة المقارنة بالدوريات الأوروبية والحالة اللي بتحصل في وقت تسليم الدرع في الدوريات الأوروبية بمصر الموضوع مختلف موضوع مختلف تماما في فكرة الفرحة في فكرة الشكل والبرتوكول والأمور الخاصة بالتسليم الدرع بالنسبة لنادي البطل اللي بيحصل على بطولة الدورة الأمور مختلفة تماما ونازم نعترف بالشكل ده حتى لو انت بتجتهد الأمور بالنسبة لك في حاجة نقصة في حاجة مش مزبوطة وادا مش عايز أحمل اتحاد الكرة فقط يعني عشان بس نبقى متفقين يعني اتحاد الكرة هو المسؤول عن التنظيم مسؤول عن كل حاجة لكن برضو النادي البطل مفروض يبقى مشارك في التنظيم خصوصا ان هنتكلم بس عن نادي الزمالك نادي الزمالك طبعا ممكن لما نيجي نتكلم بقاله فترة ما اخدش بطولة الدورة نزبوط نزبوط يمكن نتكلم مع 2014 2015 وبالتالي بعد السنين دي لما ييجي ناتز زمالك يحصل على طولة الدورة لازم يبقى مشارك وبقوة مع اتحاد الكرة عشان يطلع اليوم ده وتسليم الدرع ده باحسن شكل ممكن ده مفروض عشان اولا رقم واحد الناس بتتفرج سواء بقى الزمالكوية الدول الخليج العالم العربي والوطن العربي وشمال افريقيا كله بيتابع الدورة المصري بما ان احنا بنتكلم على قوة الدورة المصري في الشرق الاوسط وبالتالي ناتز زمالك مهم جدا انه كان يشارك بالاضافة زي ما بقولكو ان بقاله سنين ما اخدش البطولة دي وبالتالي لما يبقى الحدث بقوة بقوة بطل الدوري وبقوة تسليم بطل الدوري الدرع وبالتالي طبعا كله لازم يكون شايف حاجة مش عايز اقول واو حاجة جميلة لكن يعني انا ممكن اعذر ناتز زمالك ممكن اعذر ناتز زمالك في فكرة العدم المشاركة بقوة فيه المشاركة فيه تنظيم تسليم الدرع ممكن ناتز زمالك ما عندوش الخبرات الكافية في فكرة الوجود في المنصات التدويج خصوصا في بطولة الدوري انا بس بتكلم في النقطة دي ما حدش يزعل مني فيها لان ده ممكن يكون فعلا موجود انا بقالي فترة طويلة ممكن ان اتحاد الكورة كل سنة كان بيتعامل مع النادي الاهلي في فكرة تسليم الدرع سواء بقى في ملعب النادي الاهلي او فيه اي ملعب اخر سواء في سيد القاهرة او 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 ولكن بيبقى الوضع دائما كان ما بين الاهلي واتحاد الكورة بخصوص التسليم الدرع وبالتالي كان فيه دايما مندوب فيه تنظيم مشترك ما بين الاهلي واتحاد الكورة هنا فيه خبرات عند النادي الاهلي كانت موجودة في الفترة الاخيرة خلي بالكو الشو اللي احنا بنشوفه او الشكل اللي احنا بنشوفه تطور من فترة طويلة من يعني هبنتكلم من عشر سنين بالشكل اللي احنا بنقول عليه تسليم درع تسليم درع الدوري وبشكل معين وبرتوكول بييجي قبلها باسبوعين وبتدي يتنظف ويبتدي يتزبط وبعد كده ييجي بالاتفاق يوم الماتش اللي ممكن يكون ناتزة مالك اتفع عليه مع اتحاد الكورة وهو اخر ماتش في مباراة البنك الاهلي ويبتدي يتسلم بالشكل اللي احنا شوف نعم